أن المطلب غير عبد المطلب المطلب هو عم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم المطلب عم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان جد النبي صلى الله عليه وسلم ولد في المدينة وذلك أن هاشمان تزوج من المدينة من الخزرج من بني النجار وإذاك يقال لهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم هم أخوال جده ولما توفي هاشم ومرأته كانت حاملا ظلت عند أهلها في المدينة في بني النجار فولدت عبد المطلب هناك وسموه شيبة الحمد وظل هناك شيبة الحمد حتى بلغ مبلغ البلوغ يعني حتى بلغ تقريبا ذكروا في العاشرة في الثانية عشر من عمره ذهب عمه المطلب إلى بني النجار وطلب منهم أن يأخذ ابن أخيه لأن هاشم قد مات فطلب منه أن يأخذ ابن أخيه ليتربى عند أعمامه فأخذه فدخل المطلب ومعه شيبة الحمد فلما رآه الناس ظنوه عبدا اشتراه المطلب فقالوا جاء المطلب ومعه عبده وقالوا هذا عبد المطلب فقال لهم المطلب هذا ليس عبدا لهذا ابن أخيه هاشم لكن اشتهر بهذا عبد المطلب فقيله عبد المطلب وإلا هو شيبة الحمد وليس عبد المطلب وإنما هو ابن هاشم والمطلب عمه